طلاب هذه يسموها بدوائر الدولة المنظمات يسموها بودرة رواتب لا يسموها هذه الرواتب الموظفين الموظف عنده سعر الساعة لا على التعيين يعني ممكن دائرة الموظف عند دراتب اسمي يأتي من الدولة لكن هذه الدور تجلس تقطاعات مالته انه كم يوم غايب مثلا اجازاته اجازاته زمنياته وهكذا يقصوهن من الراتب بس مو ينحسب في هالطريقة مو سعر الساعة انا هسا جايحكي مثلا على مثلا اجير يومي الاجير اليومي هاسبوع الساعة سعر الساعة مثلا بالفين اوكي اجد اشتغل بالشهر يابا انا اشتغل بالشهر ميتين وثين وعبعين ساعة بوينت سبعة فحتى نوجد صافي الاسمي صافي الراتب الاسمي ويا اما استخدم دالة وهاي اتحلمناها اشرحناها تمام ويا اما ويا اما اضربهن تمام لو بروديكت لو شنو لو اجر عملية الضرب فهنانه اذا اكتب يساوي راح نكتب هاي في هاي ما نحتاج لبروديكت لانه العملية بسيطة اوكي اذا هذاني راح اسحبهن على باقي الموظفين موظفين هاي طلع راتب كل موظف طلع راتب الاسمي لكل موظف تجي للراتب النهائي الراتب النهائي هو مجموع الراتب الاسمي زائدا المخصصات كلها اطرح منها العقوبات والسلف ان وجدت او تطرح منها مثلا الاجازات والزمنيات هاي انا ما حسبت هالين شوية معقدة ما الاجازات زمنيات اجقد عدة رصيد اجقد ما عدة رصيد هاي عوامل شوية متغيرة بها الموظف عدة رصيد بالدولة انه ثلاثة يام بالشهر اذا ثلاثة يامين قصان من الراتب اذا يعبرهن مثلا او كدارة تاخذ من الشهر الوراء او كدارة تقص من عدة من هاي الشهر يعني حسب اذا عند غياب مرات يساوي يعني بها تفاصيل هذه من اريد ندخل بالمعمى عمالته ولكن هنانا ايش راح استخدم؟ راح استخدم السم وطبعا انت مخير تريد تجمعها مباشرة تريد تجمعها تريد لا مو تجمعها مباشرة تساوي سم فهنانا راح يساوي سم هنانا double click راح اتحب ذني اذني المقصصات كل هني نجمعا ويامن نجمعا ويالراتب الاسمي طلعب شون احدد الراتب الاسمي بدالة سم بنفس الوقت شوف ذني هسه محددات الراتب الاسمي اضغط دايس على الكيبورد الزر مال control اللي هي control ctrl طرف الكيبورد اوكي بالاسفل جه السفلة اليسرى هنا اضل دايسها وكليك ايسر على هذا الخلية شوف تحددته اياها ضمن دالة السم ضمن دالة السم اوكي زين اذا هنا راح اغلق القوس واختار شنو زين احسا هنا نجمعا اكاني شنو المخصصات شوف هنا محددات مع شنو مع الراتب الاسمي هنا راح اطرح منهن جيد صار هذا الموظف عنده عقوبات واطرح منه جيد عنده سلف مطلوب سلفة ما مطلوب سلفة مثلاً وهنا سلفة حتى لو فارغة ولكن انا اطبقها على كل الموظفين وراح اسحب الدالة اوكي اذا طبقتها هنا راح اسحبها على باقي الدول اوكي طبعاً اكو طلبة جايبين ارقام من عندهم وان ما اعرف ليش جايبين ارقام من عندهم ما اعرف يعني ان انت عندك هذا الملف جاهز انتش تغلع ليه ليش تجيبون ارقام شوف مثلاً هذا عده سلفة ثلاثمئة وخمسين الف نقصت من الراتبة اللي هو راتبة أربعمئة وسبعين الف نقصت من عندها ونضافتها مخصصات تقريباً بحدود المئة وعشرين الف مئة وخمسة وثلاثين الف زين المطلب الثاني انه تجمع اجمال الرواتب الاسمية يعني هذا شوف هذان يسوي لهن سم تجمعهم كل بساطة هذا المطلب الثالث المطلب الرابع اجمالي الرواتب النهائية نفس الطريقة سم وتحددهن اجمالي المكافآت سم وتحددهن نفس الطريقة هذان المكافآت زين تجي طالب منك ترسم لي الرواتب النهائية كل جسهلة insert شارت يعني هذا سؤال اللي تابع محاضراتي ويعني ما اخذ فكرة عام وتصور عام اعتقد ما يطول بسؤال نص ساعة بالحل اوكي يرسم وهذه خلصة اتفضلت وراحت وورا ما يرسم المطلب اللي وراه هذا التنبؤ الفوركاست اذا علمت ان اجمالي الرواتب الأشهر الثلاثة او الخمسة هذاني اللي هو الخامس من ضمنها اللي احنا طلعناه هنا هنا هذا اربع ملايين وخمسمية وخمسين شي يقول يقول اذا علمت ان اجمال الرواتب هنا هذاني اجقد تتوقع راتب الشهر السادس اهنا طلاب ترسم هذه ارسمتها الدالة الرواتب هذاني شوفها ارسمتها وجيت سويت تريند لاين تمام اللي هو ورحت الدزاين هنا اضافة تريند لاين تمام هذا اللي نون شوف وخرته هذاني تريند لاين فاذن راح اجي اضيف هنا انا مور اقلة مور حتى براحتي اختار البولينوميال البولينوميال اصعد بلق اسمالته اسوي اربعة او اسوي ثلاثة مثلا اجي تعوض ستة بهاي الدالة المعادلة اللي راح تطلع لك لانه كمعادلة راح تطلع اوكي اللي هي منها نتسوي لها شو ديسبلي وهنا رقم سكوير اللي هي 92 هاي المعادلة تعوض بها رقم ستة راح يطلع لك شقد الفوركاست واكو طلبة اكو طلبة اه ما يعني ما طبقوا هالطريقة وهذا الشي جيد انه معناها انه تطلعوا معناها انه دوروا اتوقع اه منو عبداليمة اكو طالبة عذراء يمكن اجي شي عذراء عبداليمة طبق الطريقة الظاهرة هي باحثة على الجوجل او على اليوتيوب فطلعت الها دالة اسمها دالة اسمها فوركاست تمام لهي آني هنا يمكن انطبق هؤلاء ما ادري هذي ولا هذي هنا انا هنا يساوي فوركاست ما يدالة ايضا لها طريقة الحمل انه تتنبأ اشقد قيم اكس هذي قيم اكس تشوفوهن مثلا هالطريقة اشقد اولا عفوا هذاني مو قيم اكس هذاني قيمة اكس اللي يقصد بيها هنانا اللي هي القيمة اللي راح تتنبأها اللي هي هاي رقم ستة هالدول فارزة من قوطة تحدد السلسلة مع الواي اشقد صارت عندك فارزة من قوطة تحدد السلسلة مع الاكس ايضا خمسة هذاني هذاني هنا تنبأ لك خمس ملايين ومتين وخمسة عشر اكو فالطريقة مثلا انا احط طلبت المسائي مستخدم كود عفوا اسمه تريند ايضا هذا يساوي كيرفتنك لينير كيرفتنك هذي فكرة الواجب البيتي امدالة حتى اتوقع هذاني اخر شي يجوز ما ادل بعد احنا المحاضرة الجاية راح اصير مناقشة قلتلكم امتحان شفوي بالمالدة اللي اخذناه زيان عدنا هسه مجموعة دوال او خمس دوال يمكن او ستة اللي هن دوال يسموهن اللوجيك لما نروح على الفورمولة هنا انا اكو عندك اللوجيكال هذاني اللوجيكال فهذاني راح ناخذ فدعينا من عندهن على مود نشوفها شلون تشتول تمام او خمس دوال او خمس دوال هنا انا مثلا عندك دالة يسميها دالة اند لا دالة اند انتو ماخذين باللوجيك قبل ما ابدأ اشرحها خلي احذفها اعدكم باللوجيك دالة اند اذا مثلا أو خمس ال条اه اذا ادك له اي وعندك له بي اذا عندك واحد واحد اذا ادالة اند ثلاث الحالTrans تمام ثلاث الحال وهذا المالات تعاني اجلو ثلاث الحال ليكو بوابة المنطقية تمام هذي هنا هذي هنا هذي شو القاعدة ما لاتها تقول القاعدة ما لاتها تقول انه اذا هنا هذني اه ثاني ي 접종 لاتها لا كato ولان لمسك تنين اضماذي اذا هذي وهذه اضم hypothesis اذا كنت هذي صفر فان تضم hed لأنه هناك واحدة منها صفر إذا صفر صفر أيضاً تطلع لي صفر هاي بوابتان مثلاً أعدكم مثل هي بوابة بوابة أور مثلاً أوكي بوابة أور بوابة أور عكس العمل هذه واحد واحد تمام واحد هذه صفر تمام طلاب طلاب صحيح هذا الحرشي هذي التروث تيبل يسموه للوجيك جيت أور البوابة المنطقية أور هذني نفس هندوال بالأكسل موجودات تمام نفس هندوال موجودات بالأكسل فإذا هنا إذا نكتب أن رح نبدأ نطبق هنا أن الآن شنو فكرة ففكرتها أنت إذا عندك فتح حالة معينة تريد هاي الحالة تحط لها شروط تريد هاي الحالة تحط لها شروط والشروط تريد نكون هنا يتحققاً ليش؟ لأنه بوابة أنت ش تقول أنه الشرطة ينكون يتحققاً ليثينات هنا هاي واضح هاي الحالة تحط بوابة أنت فهنا أنا مثلاً ش راح نقول راح نقول يساوي تكتب أنت طبعاً ستطلع أحده فهنا شي يقلك يقلك إذا كانت كل العبارات الموجودة عندك هي true true معناها تتحقق هذا اللي يقصد بها يعني true مو تطلع مكتوبة لازم true لا هي معناها تتحقق أوكي فهنا من أسبح قوس شي يقلك يقلك logical logical يعني يفت شي منطقي logical test يعني أو logical condition أو حالة logical هي true or false ممكن أوكي فهنا راح نحط الشرط عشوائي لا على تعين لنفرض أنه هاي الشرط مالتها إذا كانت أكثر من أربعين طارد من قوضة logical الثاني 35 هذه الخلية الثانية لنفرض هاي كون أكبر من 30 تمام طلاب تمام هاي أكبر من 30 هنا أسد القوس وحقول enter ماذا صار عندي true شنو السبب ليش true true صارت لأنه هذا الشرط الأول تتحقق اللي هو هاي أكثر من أربعين وهذي أكبر من 30 أيضا هاي الشرط الثاني تتحقق زين فهنا نش راح يصير صارت عندك النتيجة شنو النتيجة true طلاب واضح هذا واضح الشرح أكو سؤال استبسار زين الآن هذي راح أسحبها على الخلية الوراها شوف طلحت هاي الحالة الثانية ما تتحقق هذا الطالب الثاني طالب الثالث أيضا ما تتحقق عنده الشرط false تمام true شوف عندنا هذا الطالب اللي هو الطالب الخامس هذا تتحقق عنده الشرط تمام اللي هي واحد واربعين وبواحد واربعين اللي هي ثيناتين أكبر من أربعين واحد أكبر من ثلاثين زين حدش عندي عندي هذا هنشوفه ما تتطبق الشرط false هذا true عندي طالبي هنانا أيضا تحقق عنده الشرط زين بعد عندي هذا الطالب أيضا تحقق عنده condition فهذا condition إذا أنت ردت يتحقق ضمن دالة معينة مثلا ضمن دالة if أنت جاي تكتب والif عندك إنه تقول هذاني يكون ثاني يتحقق الشرطين تحط ant ضمن الف ضمن الف تحط amp زين هسا مثلا أدك دالة ثانية اللي هي دالة وفر الله واضح أليش شرح واضح أكو سؤال استفسار واضح أستاذ واضح تمام هنا رح نجي إلى الدالة الثانية اللي هي دالة or تمام يسموه logical function هذي أيضا دالة or تكتب يساوي or إذا تكتب or هتطلع لك الدالة يقل لك هنا حط logical test or شنو فكرته or فكرتها أنه وحدة من الشروط كافية أنه تتحقق فإذا تحققت وحدة من عندهم شي يكتب لك يكتب لك true وهذا اللي شفناه قبل شوية بالtruth table صحيح فلذلك شنو تكتب أنت هنا فإذن هنا لنفرض هاي الدالة نفس الcon راح نكتب أكبر من 40 تمام عارضة من قوضة شرط الثاني شوف السهو من كل تحط فارزة من قوضة طبعا حط مثلا 10 شروط ما عندك مشكلة حط 20 شرط ما عندك مشكلة دالة تشتغل واضح فإشقد عندك مثلا حالات تريد تحطها تجمعها بدالة or تقدر تصير هذه ما كم مشكلة زين بعد تحدد هاي 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 الشرط أكبر من 30 أتشد القولز إذن هاي توقع حتما ترو ليش لأنه ثينات هاي أصلا تحقق زين خنشوف اللي وراها اللي وراها فالس ليش لأنه ولا وحدة تحققت ثينات هن وحدة قل من 40 وحدة قل من 30 زين اللي بحدها ترو شوف هاي أكبر من هن تحققت وحدة هاي الأولى أكبر من 30 اللي أكبر من 30 ما تحققت الشرط ما تلع يقول أكبر من 40 زين بينما هذي هذي أكبر من 30 تحققت فكتب لي ترو زين زين راح سحبها فولس ما تحققت ترو شوف تحققن ثينات هن تمام فولس ولا واحدة تحققت ترو ثينات هن تحققن وهاي ترو أيضا تمام طلاب واضح هاي الدلة هاي دلة طبعا مو شرط تستخدمها يعني خام هنا يعني مثلا مرة تصير عندك يساوي شوف شوف من اسمه يعني تقدر تستخدم بوابات منطقية ضمن الدلة حتى تحط في الشرط معين مثلي تقول مثلا أنا أريد أشوف أنه طالب إذا درجته هذي أكبر من أربعين وهذه درجته أكبر من ثلاثين ثينات هنكون يصيرا مثلا مثلا هطل في الشرط معين لا على التعين أوكي فهناش تكتب تكتب أن طلاب شوف أن مثلا هذا درجته أكبر من عشرين فارده من قوط تمام هاي ضمن الآن تنسي اكتب آني تشوف وهذا أيضا كون أكبر من عشرين سد القوس خلصت الآن السفارد زمن قوط ذال يؤف ترو يلا إذا تحقق هذا الشرط ش تريد شن اللي تريد مثلا أريدك إذا تحقق هذا الشرط تكتب لي استعمالته وإذا ما تحقق اكتب لي المجموعة مالت فتش فهذا شرط عشوائي هذا هسه هذن مين يتحقق آآ ش راح يكتب لك المفروض يكتب لك ثلاثة وعشرين تمام شوف كتب لك ثلاثة وعشرين طبعا أكو خطأ طالع عندي إنه يقل لي خطأ بالأقواس فما يكو مشكلة قل له نعم هو يصحيح يا أوتو شوف هناك كتبها ثلاثة وعشرين لأنه الشرط تحقق وآني قلت لك من الشرط يتحقق ش تحط لي حط لي درجة الفصل الأول أوكي فحط لك ثلاثة وعشرين واضح طلاب الفكرة شنو بينما هنا مثلا تحقق أيضا فكل الحالات أتوقع رح يتحقق مثلا هاي الدالة رح أحطها دعش شوف ما تحقق هاي الحالة لأنه من أسوي أن دوية هاي رح يطلع صد فإذا ما تحقق اللي هو فالس قلت له اكتب لي درجة المجموعة فحط لي ثلاثة وخمسين بينما إذا رجع الشرط تطلع واحد واربعين فتقدر تستخدم الدالة هاي في دالة ثانية أوكي وهذا الشي هو الماشين إنه يستخدموها بمكان ثاني زين أكو دالة اللي هي دالة ثالثة دالة نوت ترام دالة نوت 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 شي يقصد بيها يقصد بيها إنه دالة النفي يعني شنو يعني تنفي الموجود تنفي أوكي دالة النفي هاي الدالة شنو الدالة تشتغل عكس مثلا يساوي نوت يقل لك يقل لك حط تمام يقل لك حط يعني شرط واحد التالك أوكي فلنفرض هاي راح اختار أوكي حولك واضح عكس العملية عكسية شوف هاي حالة بيها مثلا وحالة ثانا لا تقول انا عندي ما عندي مكتوبات تمام اقل لك ما يكون مشكلة الكنديشن شي يقول يقول اذا هذه مثلا اكبر من عشرين تمام اذا تحقق الشرط راح يكتب لك true اذا ما تحقق اذا تحقق الشرط راح يكتب لك العكس هسا هاي اكبر من عشرين صحيح صح هذا راح يكتب لك false هسا تشوف شون ليش لانه الشرط عكسه تمام يعني هو يتحقق الشرط معناها الحالة العكسية راح يطيك ياه احنا اذا تحقق الشرط بالمشهور والمعلوم انه اذا تحقق الشرط شي يطيك يطيك true بينما هنان شو الطاق false اللي هي عكس ال gate عكسها البوابة عكسها تمام فهنان نشوف الطاق false هناك الطاق false شوف هنا لنفرض راح نكتب داعش راح يطيك true تمام ليش ما تحقق الشرط truth table هذا الشي تعرفوه تمام صح له غلط ما يحتاجك truth table ما لل note gate النوت دالة النفي واضح طلاب هاي فيما يخص logical هذاني كان دالة logical راح تحطيكم فكرة عنهن حتى لن تتفاجئ نشوف نفيد مكان أو فد دالة معينة أو فد استخدام معين طلاب من عنده سؤال سين اكو دالة اكو دوالة اخرى اكو دالة اخرى راح اخذ في التطبيق معين واطبقه حتى تشوفون الفكرة مالته وهنا result مثلا نتائج عندي عندي نتائج طالب عندي طالب مثلا هنا اذا نخلي او ما تحتاج مثلا منها تختصر بالصفحات فهنا نتكتب كلية الوقف الوقف الشيعي تمام هنا كلية الامام الكاب اوكي مثلا انا اعدي نتيجة من نتائج الطلبة اقسم اندسة ضياد محاسوب تمام هذي ها نكتب جواب عن نجف طلاب هذا الحكشي انا اقدر اختصر اوين اختصر بالهوامش بس انا كتبت اسمك مشكلة لانه صفحة كبيرة عندي تمام هنا اسم الطالب مثلا اسم طالب المرحلة ثالثة تمام دي المرحلة الثالثة اه طبعا هذي اشوفوا طلاب حتى اتسوي طبعا اعرف حدود الورقة مالتي شوف عدي مجال اللي ادنيه هنزلني هذين يكون هنا احددهن ادنيه اللي هنا زين هسش عندك طلاب شوف اه هنا طبعا عندك هذني تجمز يعني دامج سوي ميرج شوف هذني ميرج تمام هذني رح سوي ميرج ارتبي صيرا هذي ميرج مثلا هاي هاي ادمجها ادمجها اوكي هذني ادمجها على قد الاسم صيرا وهاي ما تحتاج فهنا انا مثلا هذني نطيها هالشكل هذني هم ادمجها حتى تصير هاي متساوية وياها اوكي زين هذني هم هذني هم هذني هم هجم اكبر سوي هن بوغ اكي كبر واحدة من عندهم تمام طلاب هذني في الترتيب معين خليت آني على نتيجة مع الطالب نتائج مثلا اه مع الطلب مثلا هذا الدور الدور الاول دور الاول مثلا هذا الطالب اوكي زين شوفون هذني هذني ترتيبات يعني طبعا هنا نسخ التنسيق وتجيب الهنا قبل مباشرة راح ياخذ هنا مثلا ارضحت شعار الكلية صورة فاقل لي اروح على مثلا واني خازنها هذي شعار الكلية اوكي هذن طبعا هذا اضاف الكوبر هذا ازغر النافذة واجي ازغر هاي الصورة تمام هاي مثلا عندي نتيجة مع الطالب اريد اسلمه هاي النتيجة واضح هنا طبعا عندك فورمات تقدر تسوي لها بوردر هاي الصورة اوكي اذا اه تحددها تسوي لها مثلا كروب اوكي زين هنا مثلا يعني هاي الامور تنسيقية هلسا نجي للمهم نجي للمهم تسلسل المادة اسم المادة زين اسم المادة بس اريد واحد من عندكم يحدد لي النتيجة الدرجة مثلا كيف هاي الدرجات النتيجة اوكي التقييم احنا نسميه زين هاي هاي طلاب ركزوا يا اي اريد فد واحد من عندكم يحدد لي اسماء المواد مثلا اعدكم رياضيات اندسية قدمة تمام بعد اشعرتكم لغة جابا من اللي اتذكر معالجة الاشارة استاذ معالجة الاشارة الرقمية بعد اه عمارية الحاسوب عفيا معمارية معمارية الاشارة بعد اشعرتكم اه هندس الصالات هندس اتصالات اوكي اه هندس برمجيات صحيح بعد خواعد بيانات خواعد بيانات توقع هذني بعد ما اعتقد اكو شي بعد ان هذني تدريب استاذ تدريب تدريب درجتها من خمسين يعني ما رح نعتبرها يعني تنجي مع وياها تدريب الصيفي زين اه نخليها ساي او نخليها نضيفها معكم مشكلة تدريب تدريب الحاسوب هذني هاي النتائج اه هذني اتماع المواد طبعا تتلسل المادة الاول ثاني هذني اخدد هن واتحاب هن اخدد سار هج هسه رح نجي للتقييم اتوش تجيكم نتيجة تجيكم نتيجة مقبول اه مقبول ناجح صحيح يعني مقبول مثلا تجيكم امتياز اوكي زين بينما هي الدرجات اتو ما تشوفوها الا من تتخرج وتقدم على طلب وثيقة اه تطلع عندك الدرجات صحيح فاحنا هذا طبعا هاي الدرجات موجودة بسجل ثاني يعني اوك سجل ثاني مثل اما شوفتكم بالمحاضرة السابقة سجل الدرجات اسمه يعني اكو مكان نحسب به الدرجات اللي هي السعي نجمع ها ويامن نجمع ها ويه الدرجة الدفتر والعملي طبعا الدفتر يقصد بيه العملي والنظري وكل هن يصير درجة واحدة وراه هين جمع الاثينات تطلع الدرجة انها ايمان الطالب فما فوق هذا انتياز تمام بعد اشعطكم من 80 فما فوق يعني من 80 لل 90 هذا جيد جدا ومن 70 المنطقة مال 70 جيد ومنطقة مال 60 متوسط وال 50 مقبول وأقل 50 كلها ضحيف كلها ضحيف هسا لنفرض هن هاي الدرجات طبعا موجودة بغير سجل يعني انا عد هن الدرجات اوكي الدرجات موجودة هن اوكي لنفرض انه الدرجات معنا الطالب موجودة بغير مكان سأكتبها مثلا هن اوكي الدرجات النهائية اوكي لنفرض عد هذن بغير مكان درجات الطالب حسب التسلسل طبعا حسب تسلسل المواد مثلا المواد هنا طبعا هي مثل كتب هتشي بس انا راح اكتب ها اكتب المواد هنا هاي درجات مثلا الرياضيات ماخ 82 لغة لغة اشارة 70 73 تلسح 2 مثلا عد بعد 57 مثلا صار عد 60 70 70 80 90 90 كل هنا استصار بهم مثلا عد واحدة من المواد 33 طالع دور ثاني مثلا عد اوكي الطالب اردطي تقييم اوكي انا هاي الفكرة اللي اردو وصلها يعني الطالب هنا هو ماخ 82 انا ما اطي 82 بالنتيجة الطي تقييم هو ما يعرف جد درجته هو يعرف انه هاي الدرجة مالته هي ضمن الرنج مال الثمانينات اما بدايتها بنهايتها بنتصفها اوكي فهنان احنا نطي تقييمات وهي التعليمات مال وزارة والطالب يتخرج يطلب وثيقة بالدرجات تجي الدرجات يعرفها بوقت شنو الدالة اللي راح اخليها بحيث بحيث خلي هاي الخاصية انه احب تقييمات هسه ركز وياي احدد هاي الخلية وراح اكتب فوق لانه الدالة زين هاي بالعربي يكتب يساوي الدالة اللي هي F لا بالدالة اللي هي F ما كو غير ها لي اش لانه اذا اذا شوفوا ركزوا اياي اذا الدرجة من تسعين فما فوق اكتب لي بهاي الخلية امتياز واذا اذا ما تحقق يعني الشرط حط لي شرط ثاني اذا اكثر من ثمانين الدرجة امتياز الحفو جيد جدا اذا الدرجة كانت اكثر من 70 حط لي شقد حط لي بالخلية هذه جيد وهكذا اكمل باقي الشرط الى اخر الى ان اوصل للضعيف فهنا راح اضع مجموعة condition اذا F F ارجع لهذا الشيت طلاب يصير التنقل بين الشيتات يعني يصير تربط دالة من الشيت الى اخر واضح هاي الشغلة مهمة جزء انا ما شرح ولكن للمعلومة يصير او يجوز اليك انه تربط الشيت بآخر يعني استعاني الدرجات بذاك الشيت اقدر اسوي دالة بهذا الشيت تعتمد على ذاك شلون هسا مفتاح قوس هذا هنا او هذا ومنتظر مني احدد ال condition طبعا احدد الخلية ما للدرجة اوكي احدد الخلية فالخلية اجي هنا انقر هاي انقر على الخلية هنا اوكي هاي الخلية حددت شوف استدالة نفسها اهنان اجتك نفس هالدالة اجت هنا زين اذا هاي الدرجة مال هذا الطالب اكبر من انا ما علي اش قد هي انا اخلي شرط عام يمشي عليها كلهن اكبر من او يساوي طبعا التسعين ضمن اهم امتياز اعتبر اكبر من او يساوي التسعين فارزة من قوطة شوف تحول اتهس يقول لك هاي اللوجيك خلص اكبر من او يساوي التسعين يعني القيمة اذا صحيحة تمام القيمة اذا صحيحة شن شو تريد هنا ارضى احط امتياز اذا تحقق هذا شرط اذا درجت اكثر امتياز اكتبت بالعربي ارجع الكيبورد انجليزي اصد الاقتباس ارزة من قوطة اذا ما تحقق الشرط التسعين معناها اشيك الثمانين اذا احط اف كون ديشن ثانية واضح طلاب شوف اذا ما تحقق الشرط تشوف هاي راح احط شرط ثاني راح احط شرط اللي هي بذاك الشيت بعد ما يحتاج ارجع لأكمل الدالة مالتي تحب ترجع هم ما مشكل زين اذا اف لان انا بقيت بهذا الشيت لانه ارد احدد اذا اف شنو اا الكون 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 الثاني اذا ما تحقق عدي شرط ثاني اللي هو شنو اذا هاي الخلية اذا هاي الخلية اكبر من او يتاوي ثمانين واضح طلاب اذا هاي الخلية اكبر من او يتاوي ثمانين فارز من قوطة اذا تحققت ش تريد تريد تكتب لي تريد تكتب لي جيد حول اللغة عربية جيد جدا اغلق الاقتباس ارز ما نقول اذا مو جيد جدا شوف اذا مو جيد جدا اذا معناها بالسبعين اذا احط اف ثالثة تشوفون واحدة بنصف الثاني يعني لما الاف ما يتحقق اخلي اف جديدة زين يلا شنو اللوجيكال تيست اذا هذي اكبر من او يتاوي شنو هذي ثالثة وصلنا للسبعين تمام اذا للسبعين هذي فارزة من قوطة حق باس عندك تكتب اكتب لي جيد اغلق العلامة فارزة من قوطة ما راح تشتغل فارزة من قوطة تحول انجليزي فارزة من قوطة هذي يقل وصلنا لمتوسط اذا اذا اف بعد واحدة اذا ما تحقق روح لل اف اللوجيكال ما لتك شنو هو اذا هذي نفسها اكبر من او يساوي شنو اكبر من او يساوي اه وصلنا لو احنا للستين فارزة من قوطة اذا اكبر من او يساوي ستين اكتب لي متوسط حول عربي متوسط تغلق علامة الاقتباس تحول انجليزي لازم اذا ما تحققت المتوسط تخلي اف اف وافتح قوس هم تكتب جديد هذي اذا اكبر من او يساوي شنو شنو اكبر من او يساوي اذا اكبر من او يساوي وين وصلنا ال خمسين تمام فارزة من قوط شنو تريد اكبر من خمسين اريد تكتب لي مقبول او العربي مقبول اغلق القوس اه اتخرب او اذا ما صارت المقبول اذا بقت لك حالة واحدة بقت لك حالة واحدة اذا هذني كل ما تحقق اكتب لي اكتب لي ضعيف اكتب لي ضعيف اعنسى هذا لي يعني سي ما متأكد من اكتب لي ضعيف لحد الان ما تي اكتب انه شغل نصح يجوز لعن خطأ اسد الاقتباس تمام اذا ما عدد الحالات هذا الطالب درجة ضعيف اوكي اللي هي اصغر من خمسين راح اسد الاقواس طلاب اذا ما تقدر تعرف عدد الاقواس اذا ما تقدر تعرف هن ما اك مشكلة هو راح يصحح لك تحسب هن 1 2 3 4 5 5 اقواس مفروض شوفوا تحققت رجعني للشيت هذا ما للرزلط طلع الطالب جيد جدا اوكي شفتوا شون صار تداخل بين هذين الشيتين انا هسا وظيفة ايش راح اسحب هاي متوسط شوفوا شون هاي فائدة الاكسل شوف شون فتشغلة مريحة بس شنو انه تعرف شون تستخدم الدالة صورة صحيحة اوكي طبعا هي الدالة تشوفها صعبة بس هي كلها عبارة عن f يعني f واحدة بنصف الثانية اوكي زين المعمارية ما ادري ما ادري ما ادري هو امتياز شوف 92 هذي جيد العفو هاي متوسط جيد شوف متوسط جيد راح اسحب مقبول زين هاي راسب ضعيف شوفت شون طلاب هذا الاكسل هتش شغلة زين هنا جيد جدا اوكي هذا جيد جدا اطبق ها بعد عدي هذا امتياز شوف شون هنا كل طالب بعد ما اعيد لها العملية اعدي سجل الدرجات بهاي شيت حاسب لدرجاتك مباشرة اسوي قالب خاص واجي كل الطلاب اسوي لهم هاي العملية تطلع نتائج اطبعها مثلا هاي اطبعها نسلم ها للطالب تمام الان نكتب هنا نفذ عبارة انه ناجح او مثلا دور ثاني مثلا او تحميل اوكي ونطبع لها النتيجة ونختبها شوف هاي النتيجة اللي تستلموها بس احنا هاي نسويها كل نتيجة نسختين نسخ ان ونسخ مثلا للطالب فهذان نفس اعيد انسخ اسفل هاي مثلا اعيد هنا شوف هاي هذ الشكل راح اعيد هنا نسخ هنا نشوف عدة فهاي من اطبعها نقصها نقصها بالنص وننطي واحدة للطالب واحدة تبقى بالقسم الفكرة انه شوفوا شون هاي الدالة صار شغلها اولا الملاحظة الاولى كانت انه اشتغلنا بشيت نعتمد على شيت ثاني اللي هو هذا الشيت اوكي يعني هنا استخدمنا هاي الدالة اعتمدنا عاي هذا الاكسل شيت اللي يبيد درجات بعد شي استخدمنا استخدمنا دالة تأف لما نمي يتحقق الشرط حط اف ثاني وهذا الشي كلش طبيعي فصارت عندي هاي الدالة طلابك سؤال عليها طلابك سؤال استفسار اكشغل المواضح به هاي الدالة مهمة جدا اوكي مهمة جدا انا هذا تطبيق من التطبيقات اطيتكم هس تطبيق معين يعني هو هاي لها تطبيقات بس ومن التطبيقات المعقدة طبعا هاي انه تصير اف هاي طلاب اكو سؤال استفسار على هاي الاف انا اركز اخذت لكم مثال عليف لانه دالة الاف مهمة جدا اذا ما اكو سؤال اكو دالة ثانية راح ااخذها اللي هي الدالة الاخيرة بمحاضرة اليوم اللي هي دالة اف ارر اف اف ارر شوف هاي عادة نحط هاين مثلا اذا عندنا طالب اش عنده عنده درجة سعي لنفرض هذاني هس عندي هنان هذا الطالب اوكي هذاني راح نسخن اوكي هذاني هنا عنده طالب هذى عنده سعي هنا منفرض من البداية سويها هذا سعي هذا السعي مالته وهذا النهائي مالته اللي نفرض هو دور اول هس احنا باينا نعتمد ما travel اعلن به الدور الثاني تمام النهائي هذا المجموع مالته المجموع طبعا المجموع اللي هو هذا هس اشتغلنا ليا طبعا هذا المجموع بين السعي والنهاي جيد حس هنا إذا تنتبهون وياي هنا عندك شنو عندك شغلة وهي شنو هنا درجة السعي لهذا الطالب رح نأخذ درجات عشوائية ونطلع المجموع السعي اللي نفرضه هنا مثلا هذا طبعا السعي من خمسين مثلا ثلاثين النهاي أخذ أربعين أوكي خمسة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين أربعة واربعين ثلاثة وثلاثين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين أربعين شوائي مثلا مثلا ستة ستة وثلاثين سبعة وثلاثين أربعين أه تنين وعشرين مثلا ستة وثلاثين واحد واربعين تين واربعين مثلا هذا الطالب هذه درجاته اوكي زيب هنا المجموع المجموع هنا هنا المجموع راح اكتب يساوي عادة نستخدم دالة هنا اتوقع اكو شغلة صار عدي شن هي الشغلة عاني هذا المشهور عدي يساوي هاذي زاعد هاي صح له غلط هذا المشهور عدنا خلعت السبعين زين اكو حالة صير حدي شن هي الحالة شوف شوف شرح سيساوي طلاب لنفرض هذا الطالب لنفرض هذا الطالب غاب بامتحان المعمارية شرح اكتب عليه راح اكتب عليه غياب صح له غلط بيسي راح اضط له صفر ليش اذا اضط له صفر هو ما اخذ صفر هو غياب او يجوز مجاز او يجوز مجاز مثلا من اكتبت غياب شوف الفونكشن ما اشتغل الصح طلع عليك طلع عليك علامة تعجب يعني هنا اكو خطأ عندك هنا اكو خطأ بهاي المنطقة شنو الخطأ الخطأ انه وان اكتبت شنو اكتبت كلمة اكتبت حرف بينها وان جاي اشتغل على ارقام تمام عده امتحان ثاني مجاز شلون الغي هاي الخاصية شلون افعل خاصية انه اذا صار خطأ عندي اتجاوزة هذا الخطأ الدالة اللي عندك هي F F error طلاب F error هنا ال F error تستخدمها اذا عندك شغل كل جلقيق وتحتمل وقوع خطأ يعني اكو حالات F error F شنو value يعني شير يريد value value شنو هي اجمع لي ذن الثنية تمام اجمع لي ذن الثنية سيء خطأ اجمع لي واضح بالنتيجة يطلع هناك ضعيف ويطلع ناجح دور ثاني اذا هنا enter شوف شطلع لك هس طلع لك 70 ليش لانه هنا ما عندك error تمام هنا ما عندك error خطأ خطأ غياب مجاز اكتب لي السعي بس على مد يطلع هناك شنو يطلع ضعيف هنا أسحب هاي شوف هاي هم 61 نفس هاي 64 نفس بس هنا راح تجي تبين عندك هنا عندك error المفروض راح تجاوز شوف كتب لك 44 شوف من صار error عندك بال function اتجاوز ها اوكي اوكي اتجاوز هاي خلالك خلالك السعي هاي ايضا راح يعبرها شوف حط لك 35 اوكي اتجاوز الخطأ ال error اللي يصير بالخلية اتجاوز واضح هاي دالة اخرى اللي هاي دالة نسميها F error F error طلاب يعني لهنا أنا تقريبا خلصت المحاضرة فإذا أك سؤال أو استفسار أو ملاحظة أو أضافة وللتفكير